اليوم السوري اللي لجأ لتركيا هو يعني عما يعيش حالة احتقان بداية ظلم النظام يضاف على ذلك أن المؤسسات المؤسسات السورية السورية التي أجمعتم أنتم الثلاثة عليها أنها هي فعليا يجب إعادة إنتاجها كليا والتي هي فعليا موجودة إما بتركيا أو برعاية تركيا هل ستستطيع أن تنكر أن هذا المواطن محتقن من الحالة السياسية ومن تركيا التي احتضلت هؤلاء ومن الحالة العنصرية التي لربما متفاوتة لربما أصبحت حالة مشاع كما تفضل الشيخ رياض أن السوري اليوم أصبح حاقد على التجربة التركية لن أقول أكثر من ذلك لا أقول التجربة التركية أصبح عنده حقد عليها وأصبح يراها جزء أصيد من المشكلة في الزهاب إلى حل في سوريا من استضاف اللاجئين هي تركيا صحيح من عمل من عمل من عمل من عمل من عمل أيضا على تحجيم عدد من الضباط أيضا تركيا ولم تعدهم إلى الداخل السوري قامت تركيا برعاية عدد من الفصائل بشكل أو بآخر الموجودة في الشمال السوري في منطقة إدلب وما إلى ذلك والحكومة والجيش الوطني والذي منهم أصبح أيضا مرتزقة منهم من خدم في ليبيا وخدم في جنوب إفريقيا وعدة مناطق هل ستستطيع أن تنكر أن يوجد احتقان شديد على الحالة التركية دكتور جمال يعني السؤال مهم كتير لكن قراءته إعلاميا يعني تاخد منحة تاني عزيزي إذا تعرف تركيا من جوة بدوائر صنع القرار بمؤسساتهم تركيا مانا رقم سهل بالمعادلة السياسية على مستوى العالم تركيا فاعل سياسي مهم على مستوى العالم وتملك ماكينة دبلوماسية مخضرمة ومؤهلة لطرح مشاريع وتسويق مشاريع والتفكير بمشاريع تركيا كل فترة وفترة بتعيد المراجعة بأداء باستفافاتها وتحالفاتها السياسية بحركتها حركت ماكينتها الدبلوماسية نعم إذا بدك تفصيل حقيقي يعني كيف انتقلت المراحل اللي عم تنقل لي ياها حضرتك اللا إنه والله استقبلت اللاجئين منعت الضباط من الدخول لجوها اليوم هي آلبي على المعارضة السياسية إذا بدك تبعد عن الإعلام وتسألني بالدوائر السياسية كيف تناقش هذه المواضيع حتى جوابك إذا بدك يعني ناقش إعلام فهذا يمكن أنا ما أقدر عليه يعني صار يعني أنا دكتور جمال بشان ما أطلعليك يعني يمكن السؤالي كان ضويل أنا القصد أنه يوجد احتقان احتقان من الحالة التركية آخرها كانت يعني أن أردوغان قال أن يسوعد العلاقات مع بشار الأسد وآخرها الحملة العنصرية التي يشهدها السوريون في عدد من المناطق العزيزي عزيزي عزيزي الاحتقان الاحتقان بالمنطقة موصل مثل ما تفضلت لمرحلة الانفجار إذا سميت حضرتك أنه نحن بعنق الزجاجة فنحن عند صمام الأطلاق والانفجار نحن عندها الصمام الزجاجة تحولت لمنطوف يعني كما يقال يعني وعم نشعل وبدنا نرمي أنا بإنك أنه السياسة في تركيا ليست ارتجالية وليست ردود أفعال لانا ارتجالية ولانا ردود أفعال السياسة في تركيا مدروسة مدروسة وزات بعد استراتيجي الحكي هذا ضحيته السوريين أو ما ضحيته السوريين نحكي فيه لكن إذا عم نحكي عن السياسة التركية فهي سياسة ذات أهداف استراتيجية ذات أهليات تنفيذية يعني مدروسة تماما ذات ماكينة دبلوماسية وإعلامية عم تعرف وعما تساوي تركيا بالوضع اللي هي فيه اليوم إذا بدك تقرأ الأحداث المجالس المحلية أو البلديات خسرها الحزب الحاكم شو كان ردت رئيس الدولة على خسارته ل البلديات الكبرى معظمها نعم وأفقال أنا بحترم قرار الشعب وهذا بيدفعني لموقف نراجع في سياساتنا من أول وجديد اللي ما حسن يقراها من هداك اليوم ما بيقدر يقرا شو صار اليوم يعني ولكن يعني دكتور جمال يعني وجهة نظرك تحترم جدا وأنت تقرأ الموضوع فعلا من خلال المصلحة السياسية التي تنشي عليها الدولة التركية ولكن يعني دكتور الحالة السورية حالة إنسانية حالة أخلاقية حالة يعني صراحة يعني فيه فيه ما يصل إلى 2 مليون من السوريين من الضحايا لا عواطف بالسياسة يا سيد الكريم ما في نبس خرأت، خرأت بالحدث من الألم والقهر السوري يعني هو الفيصل المسألة السورية وليس التركية صحيح والسوري الموجود بحضن النظام مقور والسوري الموجود بالسويدة مقور والسوري الموجود تحت حكم الجولاني مقور والسوري الي عندك بمزد مقور جزاق القهر إلى الجزاق لن لا تلناقض بالسؤ 1918 تعد مقاربة سياساتها أي دولة تعد مقاربة سياساتها ولكن هذا حساب على دم السوري الدم السوري حرام الدم السوري حرام خليني إلك تركيا تركيا شو عم تفكر هلا خليني إلك تركيا شو عم تفكر هلا بس كمقدمة كمقدمة هل هناك شيخ رياض معابر ما بين مجلس أو المناطق المسيطرة عليها ما بين مجلس سوريا الديمقراطية ونظام السوري معابر تجارية حلال هل هناك معابر ما بين الجولاني والقوات اللي بيسيطر عليها وما بين نظام السوري نعم رؤساء المعابر عند الجولاني بيسلموا على رؤساء المعابر بالجانب السوري ومرقلي فلان هدولة عندي أنا ببقى بردلك ياها يلا مرقلي هالكم غرض تركيا على 900 كيلومتر أو ما يزيد حدود مع سوريا عريضة مسكرة من 14 سنة من 13 سنة بضايعها هلأ صارت تعبر من العراق كانت تعبر ثلاث ممرات مائية وطلع من مرسين على قناة السويس على البحر الأحمر على المندب على خليج هرموز على مضيق هرموز لتدخل لتروح على أسواقها وهذا مرهق جدا وهذا أثر على الاقتصاد التركي السياسة تخدم الاقتصاد السياسيين بيقبضوا رواتبهم من الاقتصاديين تركيا لما بدأت السورة كان الدولار بليرة ونص تركيا ولكن هل هذا يشرع يعني ما عليش خليني بس كمل الفكرة خليني كمل الفكرة عندما لم تستطع المعارضة السورية القيام بدورها على مدى 13 سنة قديش بدون يستنوا قديش بدون يستنوا أنا أطالب أي معارضة أنت تفضلت بإعادة إنتاجها من جديد أي معارضة دكتور جامل أنا أطالب 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 بأنه ينحمى الدم السوري والكرامة السورية أينما كان وخصوصا هلأ بتركيا أنا أطالب بحمايتهم وبطالب أنه المسؤول عن حمايتهم هو السلطة الموجودة فعلا على الأرض يعني السلطة التركية هي المسؤولة عن حمايتهم هدول بحمايتها هذا مطالب ما فيها يعني جدل على الإطلاق وأيضا في المناطق السورية اللي فيها فصائل موالية تركية هذا كلام أنا بطالب فيه ويعني بحتج لكن تركيا اليوم الحلال على مجلس سوريا الديمقراطي والحلال على الجولاني والحلال على مدرمين حرام على تركيا ليش لا هذا صار عندك تحليل مختلف لا لا يعني تحليل مختلف شيخ رياض بالله لو سمعتوا خلي اسمع شيخ رياض تحليل مختلف يعني وضع تركيا أولا هي التي أغلقت المعابر لتضيق على سوريا وهي التي تريد تفتحها طبعا النظام وهي التي تريد يعني أن تفتحها الآن للتضيق على المعارضة يعني هي المسألة ليست مسألة مصالح فقط هلأ إحنا لما ردنا بزلزال شباط أن ندخل المساعدات إلى المتضررين منعوك اثنين منعونا نعم أولا الذين هم يعني السوريين الأتراك اللي صاروا أكثر من تركيا يقولوا دخلوها على المعابر ودخلوها من باب الهواء يعني بدنا نفوت على تركيا لنطالعها نفوت من باب الهواء يعني هذا كلام مع أنه المعبر موجود من من بج مباشرة مباشرة وبيدخل وبيروح يتوزع وما أنه علاقة بعد ما تدخل يوزعوها يعني المسألة مسألة فقط أنه والله ليش حاطين اسم مثلا الإدارة الذاتية طيب شن الإدارة الذاتية وحطينا القوة الشعبية الموجودة بالشعب لما جيبناها من دير الزور باسم القوة الشعبية دقلناها نفس الطريق ونفس الآلية إحنا ما عدنا مشكلة أنه إحنا حتى نغير الاسم من أجل فائدة السوريين اليوم بعد الأحداث الأخيرة بيان سوريا الديمقراطية يقول بأنه على السوريين الآن أن يجتمع وندعو الاجتماع السوريين على كلمة واحدة لاتخاذ موقف مشترك حيث كانوا إذن معابرنا مع السوريين هدفها أنه إحنا نواحد قرار السوريين وكلمة السوريين لحل السوري مع النظام حدد أنت معابرك مع النظام ليس مع السوريين بس انتبه أولا المعابر مع النظام عم يدخل فيها الناس المتضررين والمرضى والطلاب يعني بدك تحسب حساب كله 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 أنا أبلان أنا أبلان لكن هي مع النظام بعدين هلأ هون الموقف إن شاء الله مع النظام فإذا أنا عدوي ما استعد اتعامل معه إذا فيه مصلحة لشعبي ما بدي أوصل أنا المرحلة عدو مع عدوي إحنا الأتراك وهم مسكرين على العالم لا بدنا نحكي على الأتراك الأتراك إحنا طالبناهم أدت مرات وهذا الرجل شاهد أن يكونوا وسطاء من أجل حل سياسي بين السوريين والوحد الشمال شرقا وغربا بإدارتين لا مركزيتين الأتراك يمنعون والتابعين للأتراك ما يستجيبون إذن إحنا بمعنى بمعنى أنه خطابنا للسوريين هو خطاب واحد لم يتغير حتى الآن نحن مع حل سوري تفاوضي للجميع وعلى أرضيه القرارة 2254 قرارة 2254 لم يمنع أحد من دخول التفاوض لا حكومة ولا معارضة ولا أي طرف سوري إلا مجموعة شمال سوريا لأنه عليهم فيتو تركي ومع ذلك نقول ما زلنا متمسكين بالحل السياسي وسندخل فيه بالنتيجة كمفاوضين أساسي لرسم النساء شيخ رياض برافو عليكم أنه أنتوا ما دخلتوا هداك المشروع التفاوضي الفاشل وعندكن أقنية تفاوض لحالكم وعندكن وسطاء تفاوضيين لحالكم برافو عليكم سياسيا برافو عليكم ما نضد أنكم تشتغلوا السياسي وأنكم تنجحوا بالسياسي ولاني ضد أني اعترف أنه المنطقة اللي أنتم مسيطرين عليها المنطقة اللي بالإدارة الزاتية هي أفضل من مناطق النظام ومناطق الجولاني ومناطق اللي مسيطرة عليها والمناطق الهائمة بيناتهم الإدارة الأفضل وكرامة الإنسان والحقوق والشغل والأمان بمنطقة الإدارة الزاتية أفضل وما لي ضد أنه أنتم نجحتوا حيث فشل الآخرين لكنه ليس نجاح نجاح دكتور جمال بس لأن الوقت الدارك نفسه صراحة في دقيقة دقيقة يعني صعب لأنه بدنا نصرنا ساعة صراحة ماشي ماشي بس بكل الحالات يعني أنا أتفق بالحالي العام رغمك فيه كثير خلاف بالتفاصيل مثل ما حكى الشيخ رياض يعني ندعو الجميع إلى العودة إلى الشراك السوري والانطلاق يعني نعيد تعريف الهوية السورية تدعو من تدعو من تدعو من لكن يعني وحدة حماية الشعب الإدارة الذاتية قصد منذ بداية الثورة لن يكونوا طرفا منضمن بالثورة لن يكونوا طرفا منضمن بالثورة ذهبوا باتجاه الخلاصات الفردية من هن المسمع الإدارة الذاتية قصد آه لم تكن طرفا بالثورة لم تكن من الأول لم تكن طرفا بالأساس يعني ذهبوا باتجاه الخلاصات الفردية المناطق اللي أخذوها المناطق ما حرروها تحرير النظام طلع منه وهم يأخذوها فبالتالي يعني أنا بتصور مين اللي قتل مشعلتمه مشعلتمه هو الذي كان يدعو إلى أن يكون السوريجيون كلهم شراكي في الهوية السورية حتى ننجز استقلال سوريا بس بشان أيضا حقي أنا بالإجابة لأنه مرتين صارت تتعرض للمشروع بدون أي مبرر إلو لأنه السؤال عن تركيا وعن الأحداث الأخيرة تروح تقول للإدارة وراح تسقط العسكرة وراح تغير شيء أنا راح تسقط العسكرة وراح تتغير الإدارة لكن الإدارة حتى الآن متماسكة وعن ترسل رسائلها لكل السوريين من أجل أنه يتوقفوا عن هذا التحريض وعن هالعصورية الخفية ينطلقوا إلى ما هي سورية والهوية السورية ويقعدوا على طاولة التفاوض مشعل نفهم كيف نفسك يا أخي فهمني شوية هو يفهمك لأنه أنا أعرفها ويقعدوا على طاولة التفاوض